السلام عليكم إخواني أخواتي مرحبا بكم في هذه الجولة الجديدة من جريدة ABC الإسبانية إذن فعام أهم عنوان اليوم فرئيس بيدرو سانتس سوف يطلب للمرة السادسة والأخيرة تمديد حالة الإنذار إلى غاية 21 يونيو إذن الحكومة سوف ضمنت أنه ضمنت الأصوات اللازمة لتمديد حالة الإنذار للمرة الأخيرة طبعا كان هناك مفاوضات مفاوضات لكي تقبل الأحزاب التي تشكل التحالف مع حكومة بيدرو سانتس إذن فعنوان نقرأ هنا فسانتس طبعا يقدم بالنسبة لرؤساء الحكومات المحلية الإقليمية طبعا سادس وآخر تمديد لحالة الإنذار لكن طبعا كانت هناك مفاوضات حول أن هذا يعني يعني في هذا المرحلة الأخيرة طبعا غلبية ديال الحكومة المحلية ستدخل فإذا سوف يستعدون جميع السلطات التي كانت قد تم تمريرها للحكومة المركزية في ذلك الحالة الإنذار لكن رغم حالة الإنذار هذه فستتمكن الحكومة من استرجاع سلطاتها وسلطات المعروفة يعني سواء في الصحة أو في العديد من المجالات إذن هنا كما تقرأون فتندران جوبرنانثة بسلطة يبانا سير كمبتنتش فارا خيستيونارسو ديس إسكالات دوران تلافاسة ترس إذن هذه الحكومة المحلية أو الإقليمية سوف تتحكم في مسألة تخفيف من قيود الحجر الصحي في المرحلة الثالثة إذن طبعا سوف تطلب هذه المسألة في الثالث من يونيو في الكونغرس في البرلمان الإسباني وطبعا وسوف تنتهي في الواحد والعشرين من يونيو إذن طبعا هنا يقول كوندو أكابي لأولتما برورغة فينالي ثران لرستريكسيونيس دي موبيلدات يعني انطلاقا من 21 يونيو يا الإخوان إذا الأمر يعني مشت بهذه الطريقة من ناحية الوبائية وكل شيء ينخفض وحافظنا على المعدلات فإنطلاقا من 21 يونيو سوف ترفع يعني ترفع يعني جميع يعني المنع أو سوف يرفع المنع من التنقل في جميع أنحاء إسبانيا طبعا أتلقى الرئيس ديال إسبانيا إذن هذا باختصار ما سيتم الإعلان عنه إذن طبعا كان هناك أبويوس برامنتاريوس يعني دعم من يعني من الحرق البرلمانية إذن مع كل من أرسي الحزب الكتالاني الذي سوف يعني ما يصوت سوف يمتنع عن التصويت والبنيو أوبي الحزب الوطني الباسكي الذي سوف يصوت لصالح هذا التنبيد طبعا الحكومة لا تستبعد أن يكون هناك يعني دعم من حزب أثيو دولانوس لصوت في آخر مرة لصالح هذا التمديد بالنسبة الحزب بيلدو الذي سولوه تهو على هذا الحزب هذا حتى هو يعني قال على أنه من الممكن أنه سيكون يعني بواسطة خمسة ديال البرلمانين أنه يصوت ودعم هذا القرار إذن المهم الإخوان هو أن انتلاق 21 ينو في الغالب سنتمكن من انتقال داخل إسباني بالنسبة لإخوان المهاجرين اللي بغين انتقلوا لأقاليم أخرى للعمل البحث عن العمل خصوصا في ميدان الفلاحة هناك المقال آخر طبعا الملاسنات اللي وقعت ما بين سيدة كيتانا البريس ديال طوليدو ناطق باسم حزب الشعبي في البرلمان بوحدته وكيمارس طبعا حجر للحرية إذن طبعا هذا الكلام موجه إلى اليسار فهنا المقال يعني على أن دائما اليمين يحس نقص من ناحية الأخلاقية أن اليساريين هم أكثر يعني 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 كاتوا الحقوق وهما كحسوا من ناحية هذا أنهم نقصين أنهم كيدعموا المال أصحاب السلطة فقالت على أن انتهى ذاك الزمن وهي يبغى تقلب الطاولة على اليساريين ما تعطيهم مش ديك الحق أنهم كيدعموا الطبقة الكادهة والطبقة الفقيرة وكاتوا الحقوق للجميع طبعا بعد المواجهة التي رأيناها في مقاعد البرلمان بين أقطاب اليمين وأقطاب اليسار مع عنوان آخر طبعا بالنسبة للوزارة الصحافة قد سجلت وفاة الشخصين و إصابة 96 حالة بالكورونا فيروس في 24 ساعة الأخيرة من ناحية الوبائية فالأمور مشاب بطريقة إيجابية جدا بالنسبة الأصحاب عشاق كرة القدم فهناك خبر جيد على أن سوف تبدأ منافسات مباريات كرة القدم في الدورة الإسبانية لاليغا المعروف للصعيد العالمي وبالنسبة سوف نبدأ بالدورة 28 و28 من لاليغا من الدوري الإسباني مع مباراة المنسبية وبيتيس طبعا هو دربي معروف واللي سوف نبدأ به بداية رجوع لاليغا إلى شاشة مؤقتة الآن سوف نرى في شاشة التلفاز في 11 يونيو بالنسبة للفريق ريال مادري سوف يستقبل فريق إيبار والبرسلون وبرشلون سوف يقوم بزيارة الجزيرة مايوركا أما أتليتيكو سوف يذهب إلى ساماميز إلى عرين الباسكين إذن فعندنا توقيت فخبر صار بالنسبة العشاق كرة القدم سوف نبدأ نرى يعني الناس يذهبون إلى طبعا إلى المقاهي والحلالات لمشاهدة هذه المباريات واسترجاع الأجواء ولكن طبعا مع أخذ الحضار فاللي يبغى في الانترنت فموجودين فموجودين يعني التوقيت يعني بث هذه المباريات إذن طبعا هذا خبر مهم بالنسبة الاسترجاع الرياضة كان هناك مقال أثار الانتبادية للإخوان فبالنسبة لترامب ترامب المعروف بسياساته المعادية للكثير من أشياء اللي كنا كشفوها لأنها مضمونة فهنا يقول ترامب 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 ترانشفورماتي وشين تشل الريدي السوثيالي فاللقاء المقال الإخوان كي بينا واقع الأشياء وكيف تمشي الأمور فالرئيس الأمريكي يحاول أن يوقع يعني بحالة نقوله بغي بدل قواعد اللعبة بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي كما كان عرف أن وسائل التواصل الاجتماعي الآن كتلعب واحد دور كبير في النشر المعلومات وهذا الدور هذا موجود لأن هناك واحد القانون أمريكي كان توضع يعني ما أعتقد في سنة 1926 ولكي نص على أن نقر لكم هذه المسألة هذه ف أول أختيك هو سكسيون سكسيون يعني هاي يعني هذا القانون يعني كان هذا القانون وهذا ولي ننظم طبعا الإنترنت مجا وختم ولكن هناك قانون قانون أمريكي ف بالنسبة لهذا القانون هذا الأرتيك اللي بغي بدله الرئيس الأمريكي كييقول على أن على أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست مسؤولة عن عن المنشور عن من ينشرونه مثلا إذا تنشر شي خبر فيسبوك أو تويتر فهم غير مسؤولون عن مضمون ذلك الخبر وهذا اللي كان وقع بالنسبة يعني الرئيس الأمريكي لش بغير يغير هذا القانون وغير قانون اللعبة ولغير يغير الكثير والكثير من إنترنت الإنترنت كما نرىها الآن ممكن أن تتغير حرية المعلومات ما تبقاش تقريبا لأن لأن الفيسبوك ودويتر وجميع منصات التواصل الاجتماعي سوف تصبح مسؤولة ويمكن مقاضاتها ومعاقبتها من طرف السلوطات طبعا وإذا أصبحت هي مسؤولة عن ما ينشر في صفحات هذا وسائل التواصل الاجتماعي فممكن للحكم أن يتحكموا في حرية حرية الإعلام فلهذا هذا موضوع مهم جدا ولي يمكن أن يأتر بزاف يعني هنا يشوفوك يقول لك على يعني طبعا طبعا شوفوا الجملة الديموكرة أفرمو كالثيادانية دبريا بريكوبرلي للكونسنتراتيون دي بودر بمعنى أن الدموكرة تقدروا على طبعا جو بايدن اللي كان نائب الرئيس الأمريكي وهو محزب يعني في مبينة 2019-2017 بارك أوباما اللي هو ديمقراطي فكيقول على أن كيقول على أن أن المواطنون يجب يعني أنهم يكونوا بريكوبادوش يعني يعني يكونوا قالقين من تمركز يعني مراكز القوة في هذه البلاتافورمات يعني في هذه المنصات بمعنى أن الفيسبوك الآن تويتر ممكن ب كلمات بضع كلمات تنتشر بين ملايين مستعملين عبر العالم يمكنهم أن يطلعوا مثلا من يطلعوا مثلا اطلع السهم شركة بملايين دولارات ممكن على أن مسؤول مسؤول كبير جدا تنشر له فضيحة أن يمشي من المنصب دياله يعني عندهم هالبودر كبير عندهم هالقوة كبيرة وهي مركزة في أيدي فيسبوك أو مالك شركة فيسبوك مثلا ما يمكن أن مارك زوجربير فوندادور فيسبوك وهذا يقلق يقلق السياسيين لأن الآن المعلومة كما كان عرفو فهي سلطة ممكن أن تتحكم في العديد من أشياء عبر العالم إذن هذا المقال هذا عجبني بزيب لأن يوضح كثيرا الصراع الصراع الذي يجري بين يعني 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 الذي يتحكم فعلا في القوى عبر الكوكب الأرضي لأن المنصة الرقمية لديها سلطة كبيرة وهي وهي في سراع الآن مع طبعا مراكز القوى القديمة التقليدية لمثلا يعني السياسيين التقليدية اللي كيكونوا على رأس الدولة فطبعا دائما الإعلام كان يلعب دور في إسقاط الحكومات في تغيير أنظمة وبالتالي فهم قلقون جدا من هذا التمركز هذا القوى وهذه السلطة الإعلامية القادرة الآن يتفاعل بسرعة مع ما ينشر من جرائم إلكترونية في اليوتيوب لأن الآن الجريمة ممكن أنها يشوفها ملايين المغاربة وبالتالي يصبح رأي عام يعبر عن الصخط أو الغضب من فعل معين وبالتالي الآن الشرطة أصبحت ملزمة لأن لأن هناك رأي عام يقدر يتحرك ويقدر توصل لمعلومة بسرعة لأن عمنا لم يكن نشوف التحرك الأمني بهذه السرعة لهذا يبين على أن وسائل الإعلام الإلكتروني لديها سلطة كبيرة جدا لأن كنت نقل الحدث بسرعة وبالصورة والصوت وبين ملايين الأشخاص ويقع تعليقات ويقع تفاعل لهذا الدول الآن أو مراكز القوة التقنيدية أصبحت يقدر يكون مسؤول كبير لترى في لحظة لأنه لم يقام بالخدمة سلطة حقيقية سلطة توقع أنظمة ترفع أسعار منتوج معين هذا المقال جيد جدا لأن يمكن هذا المسائل على كل حال طولت عليكم في هذا المقال لكن يمكن أنظروني لكي نفهم الأبعاد خبر آخر طبعا كنا هضرنا عليه البارع ف الكابسولة دي سبيس أكيس طبعا كابسولة كابسولة رواد الفضاء فهي وصلت لمحطة المحطة الفضائية الدولية كما نعرف أنه موجود في المدار يعني في الفضاء الخارجي لكوكب الأرض فوصلت له بعد 19 ساعة دي 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 قول دي طيران ولكن دي الرحلة لإستغلق الصاروخ طبعا الكابسولة مسمية دراجون إن دافور هي تابعة لشركة سبيس أكيس طبعا هذا حدث مهم جدا لأن هذا غيف حل نقول لك نشاهد واحد نافذة في التاريخ أو حدث تاريخي لأن دخول شركات الكبرى ربما شاهدنا في كثير من أفلام الخيال العلمي والمسلسلات أن في المستقبل سوف تكون هناك سلطة حقيقية للشركات شركات العالمية فربما الآن هذه الشركة التي تشوفها الآن ربما بعد 30 سنة أو 40 سنة أو 50 سنة تكون لديها سلطة كبيرة جدا لأن اللي سيتحكم الآن في الفضاء يتحكم في العديد أنا بحالة نقوله النهار اللي اكتشفو القارة الأمريكية فكان عالم أخر فتح الباب لخلق دولة جديدة اللي كانت الولايات المتحدة الأمريكية اللي الآن كتلعب الدول المسيطر فمن الممكن أنه بعد 100 سنة أن في كوكب مارس مثلا أن تكون هناك دولة دولة فضائية دولة خارج كوكب الأرض وبالتاني الشركة الآن اللي سيتوضع عندها وتحكم في هذه التكنولوجيا وأنها تستعمر كوكب آخر ومتما لا يعرف أن استعمار كوكب آخر يعني عالم جديد يعني دول جديدة ممكن أن تخلق وممكن أن نكون هذه هي النواة على كل الأحوال باش تعرفوا الأهمية دي الخبر هذا فدخول الشركة الخاصة اللي الآن كما كنشوف مثلا أبل عندها رأس مالها ملايير دولارات أمازون شركة ضخمة ربما أموال التي تدير أكثر من أموال التي عند دول كالمغرب مثلا أنا أعطيتكم مع مثال لكن مغرب ممكن أننا دول كميكين دول أخرى لا تدير الأموال التي تدير أو التكنولوجيا لأن Space X لدينا التكنولوجيا قادرة للوصول إلى كواكب بعيدة وهذا هو المغزم هذه الرحلة هذه للأخوات فهو السيطرة على الثروات وخلق أو الأراضي الجديدة التي تكون في هذه الكواكب الجديدة لأن ممكن أن التكنولوجيا التي بعد عشر سنوات عشرين سنة ممكن أن تخلق هناك يعني في اللول سيكون بحل أن الناس الذين يمشون في الولايات المتحدة الأمريكا القارة فترسل مجموعة صغيرة وهذه المجموعة ما ستوصل فهو سيبدأ تتكاتر سمك و ستتخلق مع مرور الزمن واحد الكومونيداد يعني المئة شخص ستكبر ممكن مع مرور الزمن سوف يعني نرى خلق دول جديدة من كوكب آخر على كل حال يعني الآن ما بقاش يكون شيء بعيد فما نرى في 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 أفلام ومستلسلات الخيال العلمي ممكن أن يتحقق بعد بعد بدع سنين المهم الأخوان اللي ما طهن عليكم الأخوان في هذا العنوين هذا ولكن الأخوان العنوين العنوين اللي كتشوف ها ليست فقط عناوين ولكن ربما هي أحداث اللي بعد مرور عشر سنة وتعشرين سنة تكون تطورت لأشياء مهمة الآن هذا القانون هذا اللي بغير يغيره الرئيس الأمريكي ممكن يغير من وسائل التواصل الاجتماعي ممكن مراكز القوة تغير هناك تحول تحول كبير يمكن يوقع على كل حالنا سنكتف اليوم بهذا يعني طبعا نقصنا على هذا الخبر طبعا الأخوان لأن الأخبار هذه تهم المجتمع الإسباني ربما في المجتمع العربية ممكن لا تهم هنا ولكن بالنسبة لهذه المجتمع فهناك أخبار ممكن تهم هناك أخبار لا تهم كما نحن في الدول العربية ممكن أخبار تهم هنا أخبار أخرى لديهم هنا اليوم الكل تحدث عن وصول الممثل العالمي كليت إشتوود لتسعين سنة من عمره طبعا فنان كبير جدا عطى الكثير والكثير في مجال السينما كممثل وكم مخرج يعني ضرب مجال أو صناعة السينما من أوله إلى آخره لا سواء كممثل أو منتقع على ما أعطيت الإنتاج إذا ما خنتني ذاكرة الإخراج أكيد هذا طبعا هذا الممثل خلنا يعني أيقونات في عالم السينما نتذكر طبعا دوره في أمفلام الويسترن اللي ما يمكنش يعني طبعا الجيل القديم نساه فاليوم الإعلام مركز على هذا الممثل القدير واللي طبعا وصل 90 سنة 90 سنة من العطاء المتواصل وفي القمة طبعا بالنسبة العالم الغربي يهتم كثيرا ب طبعا كل ما يأتي من هوليوود من أفلام ومسلسلات اللي طبعا ما تنسوش أنها المسلسلات للأفلام هي اللي كترووج ل يعني الستايل الأمريكي يعني نجبره مثلا في أوروبا نحن أوروبا متأثرين بزاف الجيل دابا متأثر بزاف بال يعني بال الممثلين وبالمغنيين الأمريكيين اللي كأثروا واحد تأثير كبير على على العالم بأكماله طبعا وذلك عبر مسائل التواصل لكي نهضرنا قبيلة عليها فهذه منظومة إخوان منظومة متكاملة يعني للتحكم مثلا أو للتأثير على دول أخرى يعني فالكل مرتبط من جميع النواح إذن نكتفي بهذه القدرة الإخوان على كل حل وإلى اللقاء في طبعا في فيديو آخر